ازاي كي سنة ربعة عاملين ايه معاكم ميس هولا احمد من مدارس المنتزى الخاص والنهاردة هنتدرب سوا كده على حاجة جديدة وهي ازاي نحل سؤال البراجراف يعني لما يجيل اللي هو اخر سؤال في الامتحان بتاعي سؤال البراجراف طب ازاي احل او اتعامل مع السؤال ده فطلع نبدأ اول حاجة عشان ابدأ احل في سؤال البراجراف لانا اسيب كلمة مسافة كده كلمة او صنطي في اول سطر بس يعني ده مش هيتقرر معايا في باقي السطور انا هعمل اللي القطوة دي في اول سطر بس يعني مبدأش من اول السطر خالص مبدأش من اول النقط خالص اسيب كده مسافة كلمة بعد كده ابدأ طيب طبيعي دلوقتي ان خلاص انا هبدأ اكتب جملة جديدة يبقى اول حرف من الكلمة بتاعتي في الجملة يكون مش سمول ده في بداية كل جملة طب خلاص خلصت الجملة بتاعتي فقالي ما تيجد خلصت الجملة بتاعتك بقى التالت خطوة ان احنا نحط النقطة عشان افهم اللي قدامي ان كده جملتي خلصت ان فكرتي كده الفكرة بتاعتي اللي انا بتكلم فيها اكتملت فهحط فل سطر رابع حاجة ان احنا لازم نراعي زمن الموضوع يعني ايه يعني انا هشوف هكتب فأني زمن هل هكتب في الماضي ولا في المضارع ولا في المضارع المضارع المستمر او اي زمن طب ده بيظهر من خلال ايه من عنوان اللي هو بيقولي اتكلمي فيه انا بلاحظ انهي زمن هتكلم فيه مثال مثلا يعني مثلا لو جاء اللي عنوان الموضوع بتاعي يعني اجاستك اللي فتت من عنوان الموضوع اكيد هكتب في الماضي البسيط او يمجي مثلا اقولي your next holiday طب اجاستك بقى القادمة اللي جاي يبقى كده هكتب في زمن المستمر ومن عنوان الموضوع بيحدد لي انا هاختار اي زمن هكتب فيه واخر الخط طبعا لازم نراعي تحسين الخط عشان اكيد الخط ده بيساعدني ان يديني درجات كويسة مايقللش من درجة الparagraph بتاعتي بس الاول لازم نبقى عارفين ازاي نكون جملة how to make a sentence طيب احنا عشان نكون جملة لازم الصبجكت عندي اللي هو الفاعل ييجي الاول قبل الجرب طب مين ضمور الفاعل اللي احنا اخدناها اللي هي او الشي او ال it او ال they او او ال you او ال we واي اسم جماعة واي اسم مفرد كله دول بيتقال عليهم سوبجكت فاعل بيجي الاول بعد منها باجيب الفاعل زي eat drink play sleep run clean وهكذا وبعد مثلا السوبجكت والفاعل بيجي الحاجة اسمها اللي هي باقي الجملة وباقي الجملة دي ممكن يتبقى مفعول عادي object ممكن يكون مثلا حرف جر ومكان حرف جر وقت طب تعالوا هنا نشوف مثلا امسان مثلا في اول جملة عندي هنا بيقولي i play football يعني انا بلعب كرة طبعا اول ضمير هنا عندي كان i اللي هو ال subject الفاعل بعد منه جاء الفيرب play يلعب i play انا العب وفوتبول هنا اللي هي كرة القدم دي كانت هنا ايه المفعول اللي هي باقي الجملة يبقى i play football طب الجملة الثانية they يعني هم go to school they ده هنا هي ايه subject الفاعل go يذهب ده ال verb to school ايتيو هنا to حرف جر وschool مكان فباقي الجملة هنا بقى حرف جر وايه ومكان بس تكوين الجملة الثانية الاجزاء بتاعتها مظبوطة زي ما قلنا بنبدأ بال subject زي ما جالي هنا i وجالي they بعد منه بيجي ال verb زي play وزي go وبقي الجملة زي football وto school طالوا هنا بقى نطبق على امثلة على مجموعة من ال paragraphات عندي في المنهج بتاعي بتاع يلا بينا طيب هنا نشوف ال paragraph ده كان بعنوان what you collect يعني ما الذي تجمعه وينا بقى لي write a paragraph of four sentences يعني اربع جمل المهمة سينا رابع ان هنا ما يقلش عن اربع جمل يعني احنا ممكن نزود a بجملة او جملتين بس ما يقلش عن اربع جمل فاول حاجة هنقول ايه اول حاجة طبعا نرجع بس كده مع بعض بسرعة ان احنا كنا بنسيب مسافة كلمة او صنطف اول سطر بس فهنقول هنا وطبعا اول حرف capital هنقول i collect stamps انا بجمع الطوابة طب خلاص جملتي خلصت احط full stop الجملة التانية i collect coins انا بجمع عملات معدنية وحط full stop وممكن هنأ كمان اقول i collect cards يعني انا بجمع الكروت وبعد كده ممكن اقول i collect toys انا بجمع 2016 او ممكن اقول i collect photos انا بجمع الصور لما بخلص جملتي خلص بحط طبعا ايه follow stop ومننساش ان في ابداية كل جملة بكتبها لازم اول حرفي يكون capital طيب هنا البراغرف بتاعي كان بعنوان يعني قواعدك المدرسية طيب احنا راجع كده مع بعض ومست ومسنت قبل ما نبدأ نكتب البراغرف ده نقولنا ان مست بمعنى يجب ان ومسنت لا يجب ان وكان يجيب بعد منهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات طيب اول جملة هنا ممكن نقول ايه يعني يجب علي ان انا اكون هادئا في الفصل جملة التانية يجب علي ان انا ايه استمع الى المدرسين وكذا ممكن اقول او ممكن اقول يجب علي ان امضغ المسيق لا يجب علي ان انا اقلق القمامة على الارض وكده سنة رابعة نكون خلصنا سؤال البراغرف والمرة جاء ان شاء الله نبقى نتضرب على طريقة حل السؤال تاني موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة